استعدادات أخيرة قبل الرحلة الكبيرة تحضيرات الزفاف بدأت منذ أكثر من أسبوعين العروس في صالون للتجميل بعد ساعات قليلة ستلتحق العروس عرين بزوجها في سوريا مبسوطة وزعليني فرحتي منغصة يعني أنه رح يصير يعني عرسي هوني كيفش حدا من أهل حدي يعني لا قرائب لا أمي لا بي لا أخوتي لا رفقاتي أكثر صعبة علي عرين تقيم بهضبة الجولان منطقة سورية استراتيجية محتلة من إسرائيل منذ سنة 1967 ويرفض السكان القرى الخمس الدرزية حملة الجنسية الإسرائيلية عرين ستتزوج بابن خالها الذي اتلقته في الأردن قبل مغادرة القرية وقعت على ورقة تقبل بأن لا تعود أبدا لأرضها الأصلية في الجولان من الصعب أن نتحمل هذا الفراق لست أدري متى سنلتقي مرة أخرى بعد عامين أو ستة أشهر الله وحده يعرف حانت ساعة الرحيل باتجاه مركز القنيطرة الحدودي الصليب الأحمر يقوم بعمل الوساطة الخطيبان يلتقيان في منطقة عازلة تحت إدارة منظمة الأمم المتحدة عرس مثل هذا العرس لا يحصل مرة أو مرتين في العام وليس هو الأخير مستقبل الجولان معلق حتى ولو أن إسرائيل وسوريا تتفاوضان بوساطة تركيا لإيجاد حل دائم عرين ستتزوج في دمشق البلد الذي لا تعرفه